مرحبا كيف كان عائلتي الحلوة شو الاخبار اشتقتلكن كتير وقد الدنيا كله والله بعرف اتأخرت عليكن بس يعني بتعرفوا هالدنيا احيانا بتشغلنا بس والله كان التأخير غصب لعني ورجعتلكن اليوم بفيديو جديد ان شاء الله تحبوا الفيديو وتستمتعوا معي صباح يوم جديد ان شاء الله يكون هاليوم خير وكله فرح وسعادة علينا ويمر بسلام منقول مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم به نبدأ وبه نستعين توكلنا على الله ويا رب يكون هاليوم يعني هيك مريح علينا طبعا هاد الفيديو ما تصور بيوم واحد لأ طبعا تصور على عدة ايام هلا هون اول شي حبيت اني اساوي لعيلتي هاي الاكلة شوفوا للامانة انا اكتر شي كتمشتهي عليها يعني بس انه العيلة كلها بتحبها قلت لحالي خليني اساوي سنبوسة كليش لانه السنبوسة كعجقته عجقة يعني وانا نشتغل بالطحين ويطير للطحين وما بعرف شو وبعد هيك بدي اقلي وكان عندي الغازل صغير فانه فضيان يعني فقط لحالي خلاص بقلي هون بالمطبخ يعني لانه انا ما بحب اني اقلي بالمطبخ بحب اني اقلي برا احيانا بالجنانة برا احيانا برا بالصيفية بحس انه القلي بيزفر كتير ماشي وانا باتي صير فيه انه كتير كبير وزريقه اغلبه يعني فما في دهين لزريقه بحس هيك بتمتص الرواقح وبعرفه مجرد احساس يعني فانا بفضل اني اسلق اللحمة اسلق الفروج او اني اساوي المقالي كله ياته بشكل عام يعني برات البيت بس اليوم قلت لحالي هيك وهيك انا نيوية يعني انه تاني يوم بدي اعزل المطبخ خلاص بساوي السنبوسك وبساوي كمية كبيرة مشان يبقى عندي لتاني يوم بعود يعني ساعتها بساوي هيك جنبو اكلة بسيطة ورح اساوي السنبوسك باللحمة وبالجبنة وبالنسبة للعجينة بتلاقوا المقادير بصندوق الوصف هاي العجينة اخدت طريقتها من قناع اليوتيوب اسمها معبدو الحلبية الطريقة كتير حبيتها وجربتها واخدت نتيجة بتجنن اضافة اللبن لهاي العجينة اعطاها طراوي اعطاها هيك ملمس مو طبيعي بنصحكم انه تجربوها وبالنسبة للحشوات شو عملت عملت حشوة بلحمة وحشوة بجبنة اللحمة حطيت لها بصلي قليتها لبي ما استويت على الخالص حطيت اللحمة وحطيت لها ملح وبهار وبس تستوي اللحمة على الخالص شو بعمل بطفي النار وبعد هيك بحط البقدونس حشوة السمبوسك لازم نحط لها بقدونس لانه بتفرق كتير الطعمة يعني السمبوسك بتحسوا انه ازا ما كان مع حشوة اللحمة بقدونس بتحسوا انه الطعمة ممنحة ما بعرف ليش بحس انه هدول هيك النكهات كلياتها لازم تكون مع بعضها منشان ناخد النكهة الاصلية الطيبة كتير كتير سبحان الله والجبنة حطيت جبنة حطيت لها نعناع وفليفلة وبقدونس طبعا فيك تستخدمي اي جبنة انت بتحبيه او اي نوع جبنة متوفر عندك يعني بصير جبنة مسلسات بصير اشقوان بصير اي شي انت بتحبيه للمهم انه الواحد يعني الجود من الموجود شو موجودة عنا منساوي فيه والله يديم علينا وعليكن النعم يا رب متل ما واضح معكن كانت طعمته كتير طيبة والعجينة كانت رقيقة فابتاخدي نكهة اطيب ما تكون العجينة سميكة ومن برا تستوي ويضل القلب معجين وتحسيك انه انت عب تاكل الشي انه عبيعلك عليك لأ هيله عجينة بتحسيه انه عب تقرش قرش وخلصنا من حفلة السامبوزاك وفقت النصب حيات كان عندي وجبة غامق غسلتها وحست الصيفية وشو كان عندي شغلات بلاستيك بالمطبخ خلص يعني ما عد بدي استخدمها متل بيدونات متل هاي الجرك انت مع بيا فيها طحين فما عد بدي اترك انه كمية كتير كبيرة طحين بالبيت قلت لحالي خلص بالشتة بيصير عندي كتير رطوبة فبكتفي اني اجيب كيلو كليان يعني اول باول وتخلصت من كل شي ما عد بدي استخدمه وكل شي كان في عندي قناني كله فضيته كله قلبته وكل شي لازمني بلشت اني اكتبه اول باول يعني عملت جرد كامل للمطبخ من منظفات من بهارات من بقوليات من كل شي عندي هدول المنظمات البلاستيك انا شو بعمل بما انه مطبخي لسه عمو خالص يعني ما فيه خزن ما فيه اي شي ارتب فيه غير انه تحت الارخامة طبعا انا ما بحب اني احط البلور تحت الارخامة بحطه بهدول السحابات اول شي عملته انه فضيت هدول السحابات كان فيهن كل شي بلور يعني صحون كاسات فناجين اكواب بحط فيهن كل شي بلور باستخدمه يوميا فضيتن وفكيتن كلن قطعة قطعة وليفتن كتير منيح وبعد هيك تركتن لحتى يصفوا من المي وبعد هيك على هاي المنشفة بحط نقطة من المعطر وبمسحن كتير منيح ورجعت ركبتن وتركتن بالغرفة ودخلت عالمطبخ طالعت كل شي منه فضيته ما عفت فيه شي ابدا وطبعا بجيب الخرطوم وبجيب دول غسيل والكلور والجف وعزلت المطبخ كله من السقف للحيطان للشبابيك والبواب والارض وطبعا كمان ساويت الارخامة كتير منيح وليفت السخان وليفت الغاز والفرن وتركتن متل ما كان واضح معكن هيك كله ياتوا مفتوح وعبي صفي وانا هون طبعا كنت خلاص يعني فيصلي وانصرفت وتاني يوم من الصباح دخلت عالمطبخ انا البواب شو بعمل بليفهم كتير منيح وبقسرهم بالخرطوم هاي الخطوة ما بعمل لانه كل يوم او كل اسبوع لا حسب ما لقي انه الباب خلاص يعني ما عادي ينمسح لانه نحن منطقتنا فيه كتير تراب وكتير شحوار فمو دائما المسح بنظيف فبما انه انا هلا عبا عزل وعبا عمل انه تعقيمة منيحة قبل دخول الشتل للبيت فاول يوم ليفت البواب حطت لهم جف وكلورودا وغسيل صار وعبيض وضوي قلت لهم لعالتي يعني حسيتهم صار انه بياضهم اكتر من اول ما انه جبناهم جداد وتركتهم حتى يصفوا كتير منيح وتاني يوم فقط من الصباح مباشرة على المطبخ جبت الممسح القطن وجبت الملمع الزجاج ومسحة كرشي البواب الشباك مسحة الارخامة ورجعت عمل التلميع على الفرن لانه الفرن ليفته ليفت قلبه كله وغسلته بالخرطوم كمان انا بالتنظيف العميق عندي كل شي قابل للغسل من عدل خشب يعني كل شي بحب اني اليفه واغسله التليف والغسل بيعطيكي نظافة بالدوم اكتر بيعطيكي شعور حلو وبيعطيكي هيك يعني لمع على الاشياء ما بتاخدية بالمسح ما بعرفه يعني مجرد احساس المهم وهون كان عندي كل شي بره بالصيفية الجلي الطناجر المطربانات كله كله بره بالصيفية والمطبخ فاضي ونضيف فبلشت ادخل شوي شوي يعني وكله ادخله اليفه واغسله واتركه لحتى يصفي وبعد هيك انا شوفه كتير منيح عندي التنشيف مهم كتير كتير وبلشت ارتب كل شي بمكانه بالنسبة للمعالي والشوك والسككين عملتلن تعقيمة هاي التعقيمة بعملها مرة وحدة بالسنة بحط ملح ليمون وكربونات وجيف بحطن على النار وبغليون لحتى يكيفجوا مرتين ثلاثة وبعد هيك بتركن على الجنب لحتى يهدوا يعني تبلش انه المي فيني اني المسه وبجيبها الليفة وبلايفهم وبغسلن وبتركن لحتى يصفوا شوي وبعد هيك بلمعن بممسحة تكون قطن انا بحب اني استخدم بتنشيف الجليات يعني ممسحة تكون قطن لحتى ما يطلعها الجليات هيك انه شي متل نقط يعني او احنا يعني منسمي زغبر فهي النقط يلي بتصير بتخلي الجلي ما تكون لمعته حلوة لما يكون عم نستخدم غير مماسح اما الممسحة القطن فهي يلي بتعطي اللمعة الحلوة كتير للجلي وبلشت ارتب بها المطبخ اخد معي تقريبا يعني هو لانه انا ما اشتغلت انه من الصبح للمسألة كنت اشتغل لبما احس حالي انه تعبت شوي وبعد هيك انه اريح فبقيت فيه كم يوم بس الحمد لله صار مطبخي كله نضيف وعبيل مع ومعقم هي اهم شي والراحة النفسية ما فيني اوصف الكون مع انه بصراحة كان تعب كتير يعني وبحس انه المطبخ يعني اتقل شي واصعب شي بتاع زيد البيت كله مع انه انا من الناس يلي ما عندي كتير اشياء وما عندي كتير كركيب وشو عملت طالعت تقريبا كيسين كبار فييون بلاستيكات فييون شغلات انا ما عد بدي اني استخدمون فييون طنجرة مقلوعة ايدة وطواية مقحوطة هات كلياته كبيته تركت بس الشغلات الجديدة والحلوة ويلي انا عب استخدمها كل يوم لانه كتر الاشياء بيعطي طاقة سلبية بالبيت وبيخلي لكي يعني هيك انه انتي المكان قدامك كتير مكركب وانا مستحيل اشوف قدامي شي مكركب او شي مغبر او شي متوسخ وما اقعد اني انظفه والشغلات يلي هيك يعني انه مكسرة او انه يعني خلاص بلشت تهتري بلشت تبجر فحس انه يعني وجودة متل عدمه فشغلة واحدة تكون حلوة ونظيفة ومرتبة وجديدة احسن من الف شغلة مكركبة وبحس انه لما بيكون المكان فاضي المكان فيه شوية شغلات انه بيكون ارقى واحلى كمان والحمد لله على كل حال الله بس هيك يصبرنا ويقوينا ويرزقنا كل شي يكون حلو ويريح لنا نفسيتنا طبعا ما خلصنا لا رح اكمل معكن بس انا حبيت هيك اعمل فاصل بالنص ونروح شوي جولة بشوارع حلب للناس اللي دائما بيطلبوا مني هيك شي فحبيت ان يكون فيديو اليوم متنوع مو كله بالمطبخ كله جلي وحوسة وفريكي وليفي وما بعرف شو اكيد كل ياتنا ميلين من هاد الشي بس احيانا يعني فيديوهات التنظيف بتعطيكن تشجيع انا بالنسبة اللي قالي هيك فيديوهات يعني بتخليني هيك انه حتى لو كت فيقة مو خاطر عبالي لا اقوم ولا اشتغلها ولا بتنشط وبحب هيك اني اقوم واشتغل وبيعطيني حماس كتير هيك نوع من الفيديوهات ياللي من مدينة حلب كتبولي شو اسمها هي الحديقة هاي الحديقة كتير مشهورة عنا بمدينة حلب ويمكن يعني ما في حدا بحلب لو رايح عليها سبحان الله يعني شغل البيت ما بيه خلاص بس انا من الناس ياللي بحس انه شغل البيت فيه متعة مو طبيعية يعني لما بتكوني انتي هيك انه صحيح امتي واشتغلتي وتعبتي وعزلتي وبلش جسمنا يوجعنا ويدنا تعضل وطلعي ونزلي عسلهم الف مرة بس النتيجة بعدين بتكون شعور كتير حلو اليوم رح تتحملوني لانه الفيديو انجبرت اني اكتم الصوت كله واضيف الصوت انا يعني ما في هيك شوية لقطات هدو شوية لقطات عالطبيعة لانه هون التصوير كان فيه اصوات وانا عبشتغل بالبيت كانوا عيتي بالبيت يعني الولاد قلن كم يوم معطلين فكان هيك يعني ما فيني انه عيف الصوت تعرفوا يعني الولاد وعبيتناقشوا ومعاللين صوت التلفزيون وما بعرف شو فانجبرت يعني انه احكي فعادي تحملوني والله فتحت التسجيل يعني قلت لحالي شو بدي احكي والله مالي عرفي ري شو بدي احكي فقالت خلاص تبكر يا رب العالمين وشو بيطلع معك اقولي في صبيه حبيبة قلبي صار كزا مرة كتبتلي بالتعليقات انه هي عندها مشكلة هي عايشة بالغربة وما عند حدا غير ولد واحد وهذا الولد دائما بيكون مع ابو بالشغل فقالت لي انا يعني ما بحب اني قبرك لحالي بحسب الوحدة بحسب الوحشة يعني بتحب انه دائما يعني تروح لعند الجيران ضل عند الجيران وهذا الشي عبي ببلش انه يدايقه فقالت لي انه شو الحل شو في القلك حبيبة قلبي انا بيرأيي انه ما في حل يعني طالما انت عبيت حبي هاد الشي طالما انه جيرانك اننا مناح طالما ان انت مرتاحة فما في غلط خلص خلصت شغلاتك رحتي لعن جارتك أحيانا كتير بيكون الناس بالغربة بيكونوا هن اللي لنا ملازنا الآمن راحتنا النفسية فإذا أنت مرتاحة لهذا الشي ما عاب يسبب لك مشاكل ما عاب يسبب لك إزعاجات ما عاب يسبب لك أنه أنت عاب تقصري بشغل بيتك لما بتكوني لعن جارة لما بتكوني أنت مخالصة كل شغلاتك زوجك وأبنك مطولين لحتى يرجعوا على البيت فما في مشكلة عادي يعني روحي لعن جارة وتسلي هو بيرجع حسب الشخص نفسه شو بيحب أنا من الناس بحب أني لما أخلص شغلات بيتي والتزاماتي وطبختي ودروس أولادي والآخري أنه أخذ استراحة يعني حرفيا حرفيا أحيانا بيكون حتى بالبيت يعني مع الولاد وهيك ماو خاطر على بالي أحكي بحكي معهم بالإشارة بعيوني يعني بعمل لهم ياهون خلص أنه شيل هيك أعمل هيك خلص بقل لهم موجع بالي أنه أحكي بدي أسكت ولا بحب تطلعها من البيت وإذا انجبرت أني أطلع فبرجع تعبانة مرهقة بدي أرتاح لتاني يوم أفي حتى يرجع أنه جسمي يتعود على الروتين وأرجع بالبيت ويمشي يومي مثل ما أنا متعودة حتى أرجع أرتاح وأرجع أتأقلم فأنا برأيي يعني لا أنا غلط ولا أنت غلط كل واحد شو بيحب يعمل الحياة قصيرة وما يدائم لشي ويمكن اليوم نحن هون بكر الله وأعلم وين فخليكي مستمتع فيه كل لحظة بلاحظتك كل وقت بوقته لما بتلاقي أنه في بحياتك شخص منيح عاب يريحك عاب يبعدك عن الأحاسي ستبشع فعادي عادي معه وانسي كل شي والله يساعدكم جميعا والله يختار الخير لعباده مو غلط طالما أنه نحن ما عم نعمل شي بيغضب رب العالمين كله بما يرضي الله كلياته ضمن القانون عاب يكون مثلا أنه شي على حساب شي بحياتنا هو مهم هو من أولويات حياتنا فأنه مو غلط أما إذا أنت مالك حب بهذا الشي فخلص صيري مثلا أنا كل يوم بروح لعن جارتي ساعة هاي الساعة بطلت أروح فيها لعن جارتي بمسك القرآن وببعد عن الدنب اللي فيه وأكيد ونحن ماسكين القرآن ونحن عم نقرأ فيه ما رح نتذكر لا همومنا ولا أحزاننا ولا مشاكلنا ولا كمان رح نحس بالوحدة والوحشة والملل والاكتئاب فيكي مثلا بلشي تقرأ كتب دينية أو اجتماعية أو أي شي يعني مو غلط طالما قلتلك يعني إحنا عم نعمل شي بما يرضي الله فكل شي بنعمله مو غلط حاولي أنت يشوفي شو يلي بريحك ومو دايما يعني والله مثلا أنا اليوم باكل باليوم خمس وجبات فبدي أعمل دايد صاير وزني يعني كتير فبطلت أكل لا غلط أول شي ببلش أنزلهم للأربعة بعدين ثلاثة بعدين اثنين بعدين وجبة وحدة باليوم هاد الشي أنا عملته بحياتي كنت من زمان ببيت أهلي نحن ثلاث أربع وجبات باليوم بتنحط يعني فلما تزوجت حملت لقيت حالي وزني زادي كتير بلشت أنزل شوي شوي لحد ما أنا هلا عايشة باليوم كله على وجبة وحدة وأحيانا ما بشتهي أني أكلها بفيق الصبحيات بشرب القهوة يعني خاصة هلا مع التعزيم والله ولعب يخطر عبايا للأكل أبدا بقعد باكل لأنه لازم أكل يعني بشان يصير فيني حيل أقوم وأكمل وهيك أما ما لي مشتهي فكل شي بالحياة بيصير بالتعويد بيصير بمراحل حكيت كتير ما والله بعرف بس هاي الصبية يعني كتير طلبت مني أني أرد على تعليقها وأنا والله بحبكم كلاياتكم وبحترم كلامكم بحترم أنه أنتوا عب تعطوني هاي السقة وبتسألوني وهيك فحبت أني أعطيها رأيي بخصوص هذا الموضوع يعني والله يختار الخير لعباده والله يسعدكم جميعا بالله عليكم شوفولي في أحلى من حلب في أحلى من شوارعة لك حتى المشاكل والشغلات والخرابية اللي صاير فيها بحسوا أنه بيعطيني شعور هيك يعني أنه خلص هاي بلدي هاي شوارع بلدي أنا بحبه كيف ما كانت قلن يومين هون في حدا جنبنا والله ما بعرفين بس أنه بالمنطقة عبي حفره جب الله وكيلكون بيتي كلاياته عبي رج يعني هاللايك اعدي لحالي لولادنا مو فقط لحالي خليني أبلش أمنتج هذا الفيديو أنه طبعا هو كتير طويل رح ياخد معي وقت فأنا بحب أني أساوي منتاجه على مراحل فقط لحالي أنه كيف بدي أمنتج الفيديو هيك عبي صير بس الحمد لله أنه بالتسجيل ما كتير بيطلع الصوت يعني بيطلع بس أنه خفيف كتير صبايا عبي كتبوا لي بالتعليقات أنه وين غيطة وهيك بصراحة يا صبايا أنا اللي صار فيني أنه شفته الأسبوع الماضي نزلت فيديو هين ورا بعضون يعني نزلت فيديو بعد يومين نزلت فيديو ومو من عادي يعني أنا بالعادي يعني بالأسبوع بنزل فيديو واحد بس وكان عندي إحساس كتير قوي أنه أنا بس أفتح مشروع تعزيز المطبخ فأنا رح أغطى عن القناة أقل لشي أسبوع مو الفكرة أنه أنا رح أضل بتعزيز المطبخ أسبوع لا والله بس الموضوع أنه فيه تعب يعني أنا عب بعزل فأنا تعباني وأنا من الناس بس أكون تعباني ما بحب أنه أحكي أول يوم بعد ما تعبت كتير رجعوا عائلتي عب أحكي معهم بالإشارات فقال لي زوجي أنه ليشك بتعملي بحالك ليش بتعبي حالك قلت لي هو مو موضوع تعب موضوع أنه أنا عندي هذا الشي فخلص لازم أخلصه يعني بحس هيك قاعد على قلبي مو بس شغل البيت أي شي بالحياة أنا مخططة أنه بهذا الشهر بدي أعمل هيك فيديوهات فما برتاح ولا بيجيني نوم ولا بيجيني أعود إلا أقوم وأخلص الشغل يلي علي بس أخلصه أعود ساعتها بأعود وبرتاح والله نحن الأمهات التزاماتنا كتير ومسؤولياتنا كمان كتير فالله يصبرنا ويقوينا ويرحمنا بيرحمته أحسن شي مو دائما بحب أنه شغل البيت يلهيني عن العبادات عن الصلاة عن أي شي لا كل شي عندي إلو وقته يعني لو كنت ماسكة بيدي تذهبوا الألماس خلص بدي أتركه وأروح أصلي أرتاح أقرأ شوي بالقرآن وبعد هيك بكمل بشغل البيت دائما بقسمه على أيام يعني تقريبا تقريبا الأغلب يعني والأكتر من الثمينة للتنتين هون شغل بالبيت يعني تنظيف مثلا أول يوم خيطر عبالي أساوي طبخة قيلة أساوي أكلة حلو معجنات هاد هو وقت الشغل أما باقي اليوم فهو صلاة عبادات التزامات مع العيلة مع الولاد بدراستهم وطبعا يعني بيصير الشغل أنه بعد الغداء في جلي في مساوات قهوة وشاي في مثلا لمغسيل في شوية ترتيبات ضبوا البيت بعد ما الولاد مثلا يدرسوا أو يأكلوا ولي آخره أنا اليوم حكيت كتير وحكيت لكم شو عبي يصير معي فهلا أنتو كمان كتبولي بالتعليقات كيف أيامكن وشو أخباركن وشو عم بتعملوا وكيف الجو عنتكن نحني عنا الجو صاير بالنهار أما بالليلة والله بردي كتير وهوى وعم نضغطة كمان بالإحرامات أم برحل صبحيات فوقت لقيت إنو شوية عب تمطر بس ما كان مطر قوي بس خلص يعني شمينا ريحة المطر وشفنا هيك إنو خلص قرب الشتاء إن شاء الله يكون هالشتوية خفيفة عالكل وتكون هيك كلياتها خير ورزق للجميع يا رب كتبولي بالتعليقات حبيتوا فيديو اليوم حبيتوا التفاصيل يلي فيه حبيتوا الأجواء يلي فيه بتحبوا هيك نوع من الفيديوهات أو إنو شو بتحبوا كمان يكتبوا لي بالتعليقات يعني أنا عب أحاول قدر الإمكان وحسب ما رب العالمين يسر لي حسب ما إنو أقدر إني أصور عب أحاول يعني إنو أنوع بالفيديوهات وإن شاء الله يكون عب تحبوا فيديوهاتي البسيطة وطبعا ما في أطياب من فنجان الأهوة بعد التعب ومع روايح النظافة مع إنو المطبخ ما خلص ماي على خالص لسا كان في عندي كتير شغلات برا بالصيفية لسا عبدي أليفها وأدخله على المطبخ بس يلي صار فيني إنو انقطعت من المي وأكيد يلي عب يتابع أخبار بيعرف إنو نحن هون في عنا مشكلة يعني بالمدينة ومقطعت الطرقات كلياتها وصار لنا تقريبا أربعة أيام يعني ما في أي شيء الحياة كلياتها ميتة فأدعو لنا إنو رب العالمين يفرج علينا بقى وتنحل هالمشكلة يلي صايرة ويرجع يفتحوا الطرقات وترجع الحياة متل ما كانت وأحسن إن شاء الله وبس هيك والله وصرت معكم لنهاية فيديو اليوم ما حبيت أتأخر عليكم كتير فكان الفيديو شوي يعني التصوير فيه هيك عشوائي إن شاء الله يكون حبيتوا الفيديو واستمتعتوا معي عيلتي الحلوة انتظروني بكل جديد إذا رب العالمين راد وحطولي لايكات كتيري على الفيديو وطبعا أهم شي كمان كتبولي تعليقاتكم الحلوة وإن شاء الله تضلوا بألف خير يا رب وبأمان الله